الاختبار عن العلاقة أحمد كل مرة تفشل بهذه الاختبار لا أعطاني يعني أول ما أعدتوا أعطاني انتباع انتباع أنه لا ما أظن حرر ما أظن رح يفشل لأنه قال لي تاريخ الزواج زكري تابعت بس هي هي دايما تتلاعب في الإجابات عشان هيك بطلق أنا غلطة لا هلأ اسمعوا الخسران في تحدي رح تعملو الخسران رح نزل ستوري على الإنستغرام هلأ نزل ستوري على الإنستغرام سأقوله أنه أنا كثيرا أحبه وحياتي بدونه ضايعه لا أحسن أتنفذ حسنا يجب أن تخسره حتى تعمل دكتور وعمل له هكذا صح والله إلاد نحن شباب مع بعض المفروض لا توقع لا لا هذا شباب مع الإنستغرام ستكون صحيح دعنا نعمل شيء ثاني يتصور بفلتر بشع كثير مثلا خير إنتلت ستوري أنا معك هلأدي واثقة بحالك أنا معك خلينا نشوف تمام فلتر بشع أه 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 أحسن شو بحبك أو فلتر لأدناد لا سيألي فلتر بركب الرموش لا يا حبيبتي ما بلع لماذا؟ اوكي اوكي أنا إذا أخسرت بصور بأبشع فلتر على الإنستغرام وهو بصور بفلتر رموش لا خلينا على تاعة هاي لكن لازم تعمليها بطريقة كأنك تعترفي إعتراف يعني أول مرة تعترفي فيه اوكي ماذا تحدي بفلتر؟ الاعتراف بالحب على الإنستغرام فجأة هيك أوتوف نووير بس ما هاي كانت إستكراف بس يعني فكرتكم خلينا على فكرتهم ماذا فلاتر هاي دكتور خاف دكتور خاف يا حط رموش فلتر طبعادي أحكي أنا مرة حطت لك رموش نسيت؟ أنت نسيت نسيت؟ لا كنا خاطبين خلينا بالتحد لا بس ما أحطهم حطهم حطيتهم هون فوق يعني أصلا عندي دبل رموش أنا جربت عليك رموش خرزكوك يا عموشك عدكتور يا حني اضحكو علينا خلينا بالفقرة يا حني أنا لما تيجي تقولي أعملك فيشل هذا اللي بالحط لك بنبسط والله بنبسط بعمله سكن كير تعليل بكيف أنا بحكي له أن رموش حلوين فبحب أجرب المسكارة كيف لأن رموش حلوين آه يعني فشط لي حواجب سيدي عندي فضول أشوف إذا حطت مسكارة كيف بشكلك أشوفي إننا مميكان بتعطي تجربوا علينا بس أنا بخليك تعمليلي بس أحيانا إذا بشته مثلا برودكت جديد وخيف أحطه على وجه جربي عليه أه بقوله تعال خليني عملي طب لأن أفترض وش هو تحسس منه أو شي طب عادي مش مشكلة يعني لا نصراحة إنسان مو بني آدم وش نبارك حسس من شي الحمد لله يعني آه حبيت الفكرة ساني آه شوت خافي يعني وجهي أخرب لا جاهزين أول سؤال جاهزين هذه المتائج بلش بالسهل هذه الخمس أسئلة حسنا سنبدأ بسالي وممكن فيها أسئلة سنسألة أنتوا الجاوب أول أنا أطلحتين حسب لأله حلو حسنا هذا سؤال سرعي؟ لا هذا سؤال لسالي لا إلي بس لو سمحت جاوب يا عسرية أنت عادي مينات أحمد 18-9 2000-2009 أه 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 ثمانين 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 لا لا لااااااااااااااااة 800-97 خلوا وغلط أيضا أيضااااا أخذت وقتها أنا أليس أهloop ماذا أنت أنت آه؟ لم أحسب لقد قمنا بتحدي للعيش up يعني غير ثلاث ثلاث لا ايه حلو انا ما عدت اه ما نحسب؟ الجابة ما نحسبت لك ماشي؟ اوكي اجابة غلط غلط كمان يعني لا انت فكر فيها انا بدي اصغره لا 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 هتخسر هاي كان بدهب بدهب طلعوا شباب لا لا حيتي لا الله تجوا انتم البنات اه لا اخبص احمد سؤال لك هذا ما انت عاد ميلاد سالي اثنين عشرة وعدد تسعين ما بحكي خمستاش سبعة لأرؤسين غلط اثنين عشرة واحد و تسعين صح صح للتساس اوكي واحد صف ابيبا اول ايشي حفظتني عايما اول ما تجوزتنا هما تروير ً يع左 controlled اشي ata ايية ما هي اتجله بتابعها رائخًا من يشمت لك سيارة هذه لذي؟ لا خلص سيارة من هون لسبعين سنيه زال شعاح ابو ي amphibit سيارة ا Su kaci هدية دائعة ا vein جايباجها سيارة شو السيارة مرسيدس جديدة كانت ايه ما عاجبتك عيد ميلادة سيارة احلامها عيد ميلادة على الفلنتاين بس أعلي هذه هدية عيد ميلادك و هدية الفلنتاين و هدية الفلنتاين و إذا حملت و خلفت هذه يعتبر من هذه الهدية طول ما عبد سوئية أعتم شي فيها إذا تجزئيها هذه السيارة تجزئي سعرها بطع لك كل الهدايا التي تخذها مع مدارسين بك رفيا صحيح مع بعض تجاوبه لا تجاوب أسرق حاليا 1-0 للدكتور قامت بالضبط كان تاريخ الخطبة إذا الله و ربي دائما بلخبط فيه كان بشهر أربعة لماذا دكتور عم تجاوب؟ لماذا نجاوب؟ لا عم يعطيها فرصة عم يعطيها فرصة منسي أنا دكتور ستة أربعة ستة أربعة ستة أربعة سبعة عشر أنا عندي مشكلة بالتواريخ فقلت سالي أهم تاريخ تحفظية تاريخ الزواج خلاص انسي التواريخ الثانية ستة أربعة هل تعتقد تفرصة؟ هل كتب الكتاب ولا يمكن أن أتذكره؟ هذا السؤال كذام أرد لك بطبط فيك كتب الكتاب ولا يمكن أن أتذكره؟ ومتى كتب الكتابنا؟ حتى أنا لم أتذكر اه دريك برمضان صارت واحد 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 السؤال اللي بعده كمان لازم الأسرع جاوب الأسرع يأخذ نقطة ما تعد زواجهم خمسة سبعة أهم براغا مع بعض لا من هلأ السؤال تسأله؟ لا أحمد أنت تسألي سالي أحمد ما أكلت سالي ونفضل لك؟ يعني هذا غش أقسم بالله العظيم غش لسه الآن كنا نتحدث عنه وماذا نتحدث؟ لسه الآن حكيت مجدرة هلأ اليوم قاعدوا معنا أول مرة في حياتهم؟ عندما خربطت؟ خربطت خربطت قلت لك أنا دائماً أأتي بالإنسان الآن في الفاصل كانت تحكي مجدرة أكل مقدرة ومع البصل وأعزمين عن مجدرة وأعملي جنب هذا لا خربطت عادي الإنسان سأليني سأليني خليني أخسره أكلته برياني لا لا هالشهود 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 أحب السيفود والسوشي لا أنت حكيت برياني أحب البرياني أحب بطنك أنت كل شيء تحبت أكل لا لا صراحة الله أصدقك مو طبخة أنت أصدقك كان أكلتها أكلتها لا لا سألتك للدكتور أنا صراحة هاي ما أسألي هالله سألتك الضبط لك أكلتك مقدلة لا ما في أي دليل دليل لكم سألتك لصوت وصورة يا زالة بالشبك كم 2 و 1 3 و 2 3 و 2 3 و 2 3 و 2 3 و 2 3 و 2 3 و 2 حلو 94 ماذا خطأ يا حبيبي 92 92 هذا على الميزان والغلب 92 92 مرات بيكون 96 و 94 93 أنا نصحان صراحة واضح هذا السؤال هذا السؤال أنا دائماً تبهدل عليه حلو دائماً دائماً فما أعرف رح شوف إذا أنت رح تعرفه ونحن أعطينا السؤال هون إلا أنه رح شوف أنه الأزواج بيعرفوا كم نمرة رجل سالف 38 30 تقريباً يعني السراعة تقريباً حسب أقول لك ليش حسب يعني أحياناً حسب النوع نفس المسكر كذا حسب حسب 37 لا لا يوجد 37 هذه عجرين الباربي ليس عندي يعني يا 38 و 30 و نص يا 39 حسب يعني سالي أربعة أحمد ثلاثة ذلك نزلنا نحن 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 كانت هي 3 و أنا كنت 2 لا لا ما كان السؤال؟ أبو إجرين طيب جواب صح إنت جوا 8 و 30 هي عادت لك 9 و 30 و نص صراحة الأول ما تزوجناك هال 38 لكن بعد ما حملت و خلفت أنا أخذ حسب الأوردر الأولين حتى لو خسمناك هالترى رح تصير 4 و 3 آه نفس الأشي كان 2 و 2 جوابت عاد ما في سؤال نسألك بياه فهلا رح نشهد هي صراحة ثواني دكتوري ما رأيت عاملة أنت يعني مثلاً اسمع ممكن ممكن ممش عن التحدي صراحة أنا أدعملها لأنه أنا أريد تعرف حتى لو خسرت كان أنا أعملت حتى رفزت أفضل طب اسمع إذا إذا أخذنا بتعقلنا هلأ بقول لك خلاص ما تنزل لا بدي أنزل يلا بدي أنزل لا بدي أنزل و بدي أخذك كمان طبعاً طبعاً شوه؟ هذا مش أبشي صراح دكتور؟ لأنني بتحول أنا إذا جعت نحن ما نسل من ستوري عادي أحكي أنه أنا هون؟ يا 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 بس لا تتقول خسرت بتحدي مشان هيك عبتحكي هيك آآ أوكي طيب ماشي يا جماعة أنا قاعد هلأ ببرنامج شوفوا مع مين أقسم بالله مخصر أشيره وشاد وسالي أقسم بالله وما بعرف هي خطر عبالي فجأة لحالي من نفسي بدون أي أي إيد خارجية في الموضوع أنه أحكي أنا كثير بحبها لسالي كثير كثير بحبها ما اقتنعت